كرة القدم زي عالم السياسة عارفوا ان الحكم المطلق جريمة حتى ولو في اللعب في الترفية وعارفوا ان اي سلطة لما تكون مطلقة مفسدة لازم تكون مقيدة حتى لو جوه متش كورة وعشان كده ببساطة الحكم قلع اللبس الاسود وبقى الوان تانية اللبس الاسود رمز الكره والديكتاتورية ولبس الوان تانية مختلفة ده الحكم دلوقتي ده لان الحياة مع السلطة المقيدة بالقانون والرقابة والمراجعة وحرية الرأي احلى بكتير جدا مش كده ولا ايه هتقول لي انت كبرت الموضوع حج محمد والقصة بسيطة هقولك انا ما كبرتش حاجة انت بس اللي محتاج تعيد قراءة العلاقة ما بين الكورة او الرياضة والسياسة من زمان على فكرة في علاقة ما بين الرياضة كلها وكرة القدم خاصة والسياسة لغاية المونديال بتاع قطر خدوا الجزء ده من المقال الكاتب الصحفي عبدالله السناون ما له الشو كورة وراجل ناصي بيحكي عن علاقة النهاردة السياسة بالرياضة في المقال ده بيقول رسائل سياسية في المونديال لأسباب سياسية مباشرة ألغيت المشاركة الروسية في مونديال قطر على خلفية الأزمة الأوكرانية القرار سياسي من أول والأخر ولا علاقة له بأي قواعد رياضية وقد كانت من دواعي المنتخب الإيراني لعدم ترديد النشيد الوطني قبل مبراتهم مع إنجلترا رسالة سياسية عن عمق أزمة الاحتجاجات الداخلية والحاجة لمقاربات جديدة تستبعد الحلول الأمنية وتستجيب لما هو مشروع من حقوق إنكار الأزمة لا يساعد على حلها هذه حقيقة ثابتة أسوأ ما يجري من وقت لآخر في ميادين الرياضة التوظيف السياسي للحماس الجماهيري لغير طبيعة أهدفها أثناء فتنة مبرات كرة قدم بين مصر والجزائر في سنة 2009 اللي كانت تؤهل لمونديال جنوب أفريقيا في 2010 وصلت حملات الكراهية المتبدلة إلى التنابس بالأوطان واختلاق الوقائع والقصص المحرضة على القتل بدأ أن الهدف إخفاء فشل النظامين الجزائري والمصري تحت غبار مبرات كرة قدم كان ذلك مثلا لانتهاك أي قيم إنسانية وإخلاقية وسياسية في المساحة ما بين السياسي والرياضي كانت مصر رشحت نفسها لتنظيم البطولة دي أشرف الزعيم الجنوب إفريقي نينس المانديلا على ملف بلاده وصف في دوائر الحكم هنا في مصر بأنهم شوية كركيب على ما روى لي الأستاذ هيكل نخلا عن مسؤول كبير متصل بالملف في منتصف مايو 2004 بدأ هيكل منزعجا من العبارة وحماقتها الرجل وراءه أسطورة كان ذلك استهتارا مروعا بقيمته ورمزيته في العالم دفعت مصر ثمنا موجعا في صفر المونديال بصورة لافتة حرست قطر على تأكيد أنها تمثل العرب كلهم ولا تمثل نفسها فقط كانت تلك إشارة إيجابية لاقت عوامل صدقيتها في الاحتفاء العربي الجماعي والشعبي بعيدا عن حسابات الأنظمة وتناقضتها لفوز بعض المنتخبات العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات كانت تلك الرسالة السياسية الأهم في مونديال 22 مش أنا بس خالص من زمان بقول للناس الكرة مش 22 واحد بيجروا ربعا الكرة فيها مليارات من الفلوس في 160 مليار دولار بيجروا في العالم دلوقتي على الشهر بتاع الماتشاد ده فيه ناس بتنتج كور فيه مصانع بتنتج تشيرتات وملابس فيه شركات إعلانات ضخمة جدا شغالة في الموضوع فيه بزنس دولي كبير جدا فيه رسائل سياسية فيه رسائل ثقافية أقولك أنا على حاجة النهاردة أو مبارح كان فيه مشهد فظيع جدا مجموعة من الشباب جايين يشجعوا بلدهم لابسين إيه تخيل لابسين لبس فرسان الصليبيين فيديو مشهور جدا مجموعة أو اتنين مشجعين جايين قطر قطر الدولة العربية المسلمة لابسين لاتنين لبس فرسان الصليبيين بالصليب بنفس اللبس بالسيوف الناس بتستدعي من الماضي الرموز دي وبتنزل بيها الاتنين دول الحقيقة فيديو موجود ومتداول جدا يعني جدا ومعندناش مشكلة فيه ما كبرناش الموضوع اللي جاب فرسان الصليبيين إلى قطر سنة اتنين وعشرين الناس بتستدعي الماضي بتاعتها مش احنا بس مش احنا بس اللي استدعينا القرآن الكريم لكن حتى حضراتهم الناس بتستدعيها ودول جايين من اوروبا مش جايين من دولة متخلفة دي الرسالة السياسية مش بس عبدالله السناوي كمان الواشنطن بوست اللي كانت بقى النفوز السعودية وحد العرب تخيل الواشنطن بوست قادل خبره خبر الواشنطن بوست الاحتفال بفوز السعودية وحد العرب ده حضرات اللي شافته الواشنطن بوست ده مش هزار ولا كلام فارغ ده اللي بجد فعلا الفوز السعودية وحد العرب وده اللي شفناه كلنا ده اللي شفناه كلنا اذا انا مش انا اللي بقول انها رسالة سياسية اسألوا الاخوة في العرب المتفرنجين الاخوة اللي بيزعلوا من المظاهر العربية او الاسلامية اسألوهم عن الفيديو ده العب الفيديو لو جاهز اسألوهم عن الفيديو بتاع الصليبيين ده العب اهو دول اتنين مشجعين جايين من اوروبا جايين لبسين فرس لبس فرسان الصليب بنفس الاكسسوارات بسيوف اهو اتفرج حد هيقول لي بس اتفرج اهو دول مشجعين كرة قدم ايه داخل كرة القدم بلبس الحروب الصليبية ونحن نعلم مدى فدحة الحروب الصليبية اللي هي اول اعتداء غربي على العالم العربي والاسلامي ده حضارات جمهور استدعى رمز من رموز حضارته محدش هنا يقول لي بقى ايه داخل السياسة او ايه داخل الدين بالرياضة الخلاصة انه سواء ادوارد جاليانو او عبدالله السناوي او الواشنطن بوست كلهم شايفين في الكرة معاني اكبر منها مجرد لعبة او رياضة بيتسلى بيها الناس الخلاصة يا حضارات ان الكرة ما عادتش ناس حتى اللاعب نفسه ما عادش لاعب نازل يتسلى اللاعب ده الموهبة دي انتشارته من الفقر من الحواري الترابية من مجاعات في افريقيا او في المكسيك او في مصر انتشارته هذه الموهبة والظروف ووصلته المرحلة انه بقى لعب مشهور الستات بيتمنوا يتصوروا معاه الشركات الاعلانات بتاخد وشه او صورته عشان تعمل دعايا منتجاتها الغريبة ان اللاعب ده نفسه هو نفسه كل ما يزيد يشتهر اكتر كل ما يدفع التمن اكتر اللاعب ده نفسه يا حضارات خلاص ما عادش يلعب للموتعة بيلعب لناس تانية ناس اشتروه وبيعروه وبيبعوه وكل ما يزيد تمنه كل ما يبقى عبد اكتر يغضع لبرنامج تدريب قاسي يغضع لبرنامج اجتماعي قاسي اصبح عبد في ايد شركات الشركات دي هي اللي بتديره انتهت الموتعة انتهت لعب الكورة مجرد لعب الكورة انت كمان نفس القصة انت جزء من الالة الكبيرة دي الكورة معددش متعة بس معددش لعبة خالص الكورة جواها رسائل سياسية ودينية وثقافية انت الرس اللي محتاج تفوق وتقرأ الرسالة